صحة الكلي موضوعنا على ضوء اليوم العالمي اللي كيكون في هذا الشر هذا واكد دائما احنا كنحاولون نشوفوا رفقات المختصين والاطباء اللي فيكونوا معنا هاد الايام العالمية او الوطنية اشنو تتعطي وشك تتعطي الاوكل ديالها فعلا من اطار تحسيس او التوعية او باقي مازال باقي الامور غدا بحتشام هادش اللي غنشوفو رفقات الدكتور اه انيس خليل مرحبا بي بيك. بارك الله وفيك. لابس عليك. محبا. محبا جميع. عباشر مبروكة. بصحة وسلامة. علينا وعليك ان شاء الله. ولي تمنيتي يا رب. يا ربي بالمغفرة ان شاء الله وان شاء الله هاد شهر يكون فيه المغفرة وبزيف الخير ان شاء الله. ان شاء الله. نونك شهر ثلاثة فيه تباك الله بزيف ديالايام الصحية من ضمنها صحة الكيلي. اه. وشك تشوفو انه فعلا هاد الايام العالمية او للايام الصحية هادو كيعطوا الاوكل ديالهم الناس كتشخصوا يبكري على الكيلي ديالها كتحاول انها تترضى البال الصحيحة دلكيلي. اه جميلة اه ما وش غير في هاد الشهر ثلاثة ولا غير في هاد الايام المباركة. اه. عموما الناس والتي تتعطي شوية اهمية الكيلي والناس كتفهم انه اه. الكيلي اه عضو مهم في الذات. اه احنا ديما نقول انه الكيلي عندهم وظيفة اه هما انه يصفيوا الذات. اه هي الصفية اللي عندنا في الكوزينة. نتصور جميلة في الكوزينة عندك والعندي الصفية اه شي حاجة مهمة حينت كتنقينا من حاجة الحاجة. بالنسبة للذات الادمية. اه. الكلوة. اه اليمنية والكلوة اليسرية. وفهمة بزاف الناس عندهم غير كلوة واحدة على فكرة. صح. وهذه الكلوة كتقوم بالوظيفة كاملة. نعم. اولا سيتانورغان النوبل. معناها هذا عضو. اه. نبيل. ما كيتعوضش. نعم. كان ثلاثة ولا اربعة عضاء ما كيتعوضوش في الذات. انا ولا انت يا ولا اي حد. الله يسر اذا ما يتيح ولا يتهرس. راه العضو ما كدت تجبر. اه. الحم وقت الا واحد يتجرح كيتصوب. نعم. لكن الكلوة اذا ما بشوية بشوية وصلنا القصر الكلوي. راه معمرو ما يتحسن. اه. اه. ومعمرو ما يعود يرجع كمقبل. صح. هذا علاش. اه. وانينا كنشوفو انو الناس كتجيب كتدوز وكتسور. وديما كيقلبو على النصيحة. نعم. حتى وكان هو عنده مشكلة ديل بروستات. وان عنده مشكلة اخرى. ولا السيدة عنده مشكلة ديل. اه. شي مشكلة في المتانة. انفكشون. اوغينايا. ولا شيء عاجل. ديما كيساولك. دكتورو شنو خصني ندير بش نحافظ على الكلوة ديلي. شنو والنصيح. باش تنصحني. شنو لا ناكلو شنو لا ما ناكلوش. هاتشي انديبانضامو. ولا ما عنده حتى علاقة بشر. والحمد لله. جميل. كينا التوعية الحمد لله كانت موجوز. جميل. وتشخص مبكرة كتشوفو انا ولا. من غير ان الناس كتتسولة للنصيحة وانا كتكون في امراض معينة وكتسولة لصحة الكيلة. في الكيلة عموما وفي امراضها. واش الناس كتشوف انها كتشخص بكري. جميلة عمرك جربتي لحريقة ديالكلوة. الله يسترك. على ما كان اعتقد. مرحبا. لحريقة ديالكلوة ما يمكنش الباسينا بيرسيو. ما يمكنش. وإلا اي حاجة كتسبب فيها. معناها مرض كناظر على امراض. ايجوي معناها امراض شوية. قاسحة. هادوكم ما يمكنش حد ما يدوزش عليهم. مزيلا. ولا ما يشوفهمش في الوقت المناسب. يبقى الامراض الا اه مثال ما كتعطيناش علامات. اللي يمكن نكتشفوها. اه بطريقة اه بطريقة اه بطريقة اه بفجئية اذا ما مشيتنا بش ندوز على رجل ديالي مشيتنا بش ندوز على المعدة. صح. ووض الطبيب اللي راجعتو دارلي التلفازة وبانلو انو عندي شي حاجة ماش عادية في الكلوة. واش لسيدي كانش مشكلة واش عمرك. لا ما عندي ولو. في العائلة كانش كلك يدوي على الكيني. لا ما عندي شي حاجة. ومن بعد يمكن يطلب مني سكانير. الا بي. وإلا وإلا معناها تلفازة اخرى ولا حاجة اخرى. الا يبللني. اون مالادي كرونيك ولا اون مالادي الليستر تومورال. هذي اللي خاصنا نهضر عليه. هو مثلا. وإلا مرض سرطاني. وإلا حتى في المسالك البولية وخصوصا في الكيلي. الا يقدر نكتشفوه طريقة عارضية. ما غير ما يكون فيه ديسنتر. واخر. نجيو بش تقول لي وشنو بش نبقى وكل شهرين نحنا كان ندوره في الطبيب قلب لي عافك شوف لي الكلوة شوف لي هذا ما يمكنش. الطب كيعتمد على ديسيني دابيل. معناها انا وكان عندي حريق الراس خاصني يقلب على ما يمكنش كل كل مانيشتو موبيلة بش ندوره ندوز الفيزي التكنيك كل شهر دوز اللي يشوف لي هذا لا بطبيعة الحال ما فيها بس نوصلوا واحد اولا بعدها نشوفو ديما لزانتسيدان فاميليو معناها وكان عنا شي حاجات في العائلة آآ وراثية ديما ناخدوهم بالاعتبار الحمدولله دابا المعلومات فيها لانفو فيها لانتوكس لكن كان بزيف المعلومات موجودة في الانترنت آآ ما فيها بس كيف نفوت انا يا سيدي واحد خمسة واربعين سنة آآ كل ستة اشهر نمشي ندير بيلان بيولوجيك التحاليل وإلا البيلان العادي لفيه التحاليل ديال الكيلي ما فيها بس وما فيها بس انا وقتنا نمشي نزور الطبيب ديالي ديال العائلة آآ شوفتو على مشكل في المعيدة شوفتو على مشكل في التنفس شوفتو على برانشيت شوفتو على التهاب اي التهاب ما فيها بس هو بطبيعة الحال غادي قوم بالفحص ديالو ديال الصدر مشيقوم بالليكوغرافي شوف لي عافيك الكل وديلي ورغم لهو نرمال ما غادي شوفهم إذا ما فيهم شي حاجة مايش عادية ما نقفش تمام قليقة راكينا يا ما نشوف الطبيب المختص يا اما وكان عطاني ندير سكانير نديرو ما نبخلش على راسي فانتيني دونك المراقبة كينا يمكن الامراض الحادة لملادي ايجو سانبا اينابرسي وما يمكنش نصبر عليهم بحال نو بحال لحريق ديال الدرسة ولا بودة لكن الامراض الاخرى كتتطلب منها انو واحد كيفي يزور الطبيب ديالو يرد البيل ويشوفه لقال هولو يديرو نعم ممتاز حنا غان بدو عملنا اخر حلقة فاش كنا تكلمنا للحجر في المسالك البولية او للمساود الكيلي هندكرب هاد المسألة هدي ومبعد غان مشيو كيف قلتي كين اورام كين بزاف ديالامور لي ما كيكونوش عنده اعراض تال انسان كيكون كيشخص على شي حاجة وبزاف ديالنس ربما اكتشفوا ربما الاورام السراطانية اكتشفوها غير لي انهم شودوزوا على شي حاجات اخرين يعني مشيتها ما اعطتش اعراض ديالا والحمد لله نعم الحمد لله على كل الاحوال على صحة الكيلي رفقات الدكتور خليل انيس لي هو اخي الصائي اه في امراض وجراحات اه امراض الجهاز البولي تنتكلمو اليوم على الكيلي علاش لانه من الاعضاء كيف قلتي انا من الاعضاء النبيلة وفي الجسم ديالنا وخاص الانسان يحافظ عليها ربما كيكونو بعض مرات بعض الامراضي كتعطي اعراض والانسان وكيصبرش على الامها وكيمشي شخص وبعض مرات الانسان كيكتشفوها من خلال ربما اه يعني اذا كتشخص العادي كيشخص على شي حاجة عن طريقة عرضية عن طريقة الفحص الدوري اللي كيديرو عند الطبيب ديالو ديال العائلة ويكتشف انو عنا شي حاجة في الكيلي ممتاز غام بقون شوفو بداياتا من الحجر في كلاوي اه كيفش كيظهر تمظهر ديالو ربما ش عندو اعراض اولا ما عندوش حاجة من هاد القبيل غناخدو السؤال ديال حنان من دار بيضا حنان نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مرحبا حنان مرحبا لله الله يحفظك مرحبا عندي واحد سؤال الاستبريض الى كان ممكن نعم انا عندي واحد لمالادي ديالا الصون ديالاقخيس انكيلوزان مهم طفي دباشي سوا كاتران باش عرفتها لانه باع التشخيص ما كانش في الوقت ديالو انا عندي دباتين واربعين عام كان عاني من هاد المالادي ملي كان تعدين وعشرين عام ومتحسلي المالادي دياليس المؤخرا نعم ومؤخرا هاد سا في دوزان ما كيحيتش مني مشكلة ديال البولة اه كيف تقول حنان اسمح لي قاطعتك تقول مشكلة ديالبولة ما معنا عندك الحرق البول عندي الحرق ديالبول انفكتون اورينار وكادير تحليل البولة لكادير في اللابوراتوار اه كاديرها وكادخرج فيها ميكروب ايكزاكتون ما فيخرج لي فيها الانفكتون مهم انتيح تاخد الانتيبيوتيك كادناخد الانتيبيوتيك على حسب الانفكتون مما تحيتش والمشكلة اللي عندي هو اني الانتيبيوتيك لا اسمح لي انقاطعك اه بعد ما تاخد سبعة ايام وخمسة ايام ديال الانتيبيوتيك كتدير التحليلة ديالك بش تشوف التحليلة ديال كنترول يك نعمال ما اه ميما سيبقى الميكروب كنت تدير التحليلة وكيبقى الميكروب اه مهم وشنو السؤال ديالك السؤال ديال ليه هو كنين بعد الامراض بجيال هاد مشكلة ديال النبولة من بعد تطور لي المشكلة ديال الكلوات الكلوات اليسرية ما تققش خدامه مع هاد الامراضي اللي عندي اي دواتة ناخده ما تيبقاش الى خدم لي في هادك الساعة الى عاوض مرضة لي ماشي مدات طويلة ما كيبقاش هادك الدواء ينفعني قصني دواء اخر نعم عافيك انا بريت انساولك بخلاف الاسمان ديالو اغتريت اون كيلوزانت الا انا فهمت انك تتبع لها وخاص واحد يتبع لها لكل احد ودي ما فيها العلاج الحمدولله بالنسبة للمساكل ديال الجهاز البولي كتشوف طبيب مختص في هذه المسألة اه كنتشوف طبيب مختص وليا النبولة ديالك مبقاش في الحجم ديالهات طبيعي على الجدار ديال النبولة ملد درتي المنظار بشوفنا الداخل نعم اشنو اعطاك اشنو اعطاك درتي بيوبسي نو اشنو مني دس المنظر اشنو بيلك اشنو بيلك شنو بيين المنظر هو فش قال لي يرى عندك هادك عندك التهاف الغيشة ديال النبولة مهم نعم وهاد الانفكسيون وهاد الحريق البول موجود ديما اه دراء الصنوضاغة يعني اي شابيه انتي ما كتدويش على مرض السكري ولا شي حاجة لا 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 اه في هاد الحالات اه نورمالما بخلاف انو خاصنا ناخدو دوا ديال الحريق بطبيعة الحال بش نعالجو اول حاجة لهو الحريق اه خاصنا نشوفو ناخدو اون كور دانتيبيوتيك باتاتر شوية انتو بتي بو بلو افنسي يمكن حتى ما تدوزش بالفانيد يمكنك تدوز في العرق وناخدوها الواحد المدة سبع ايام العشري ايام وناخدو حتى لا لا في ديالي اما ان افكسيولوغ وانا ان غيانيماتر في هاد الحالة لكن اللي خاصنا نشوفو واللا خاصنا نوصلوه هو انو بعد اون كور دانتيبيوتيك بعد ما ناخدو دوا ديالنا ديال الميكروب خاصنا نوصلو انو التحليلا توليستيريل ما يبقاش في هالميكروب هادشي اللي سمنديلو اقتغيت ولا مش سمنديلو اقتغيت انكيلوزنت خاصنا نوصلو لها الكلوى نعمالما ما تتأثرش بالميكروب اللي في حالات نادرة بشتوصل انو الكلوى ماتت ولا ما ماتتش يمكن على حاجات اخرى وكان كينا فيها حجرة ولا شي حاجة اخرى حنان سمنديلو اقتغيت انكيلوزنت كتأثر على الذات بصيفة عامة صحيح لكن بشتعطينا هاد الاعراض كاملة ما نقولش ما نظنش لكن الفضل انو الطبيب ديالك اللي متبعك بالنسبة للمسالك البولية تعاود تزوروه ويزيد تثبت معاه تعاود التحليلة مرة اخرى ايو وتعاود هذه الدباء خليني من التحليل اقدام تتعاود الصباح بلا فطور تحليلة تكون مقادة نشوفو شنو بش يخرج فيها واش بش يخرج فيها ميكروب ويونو حيث ما نساوش كان مرض اخر كيعطينا الحريق ما غير ميكروب اللي هو لا فيسينوغولوجيك ولا الاعصاب في النبولة لو لنا كنشوفوه بزاف عند ناس وهاد الاعصاب في النبولة كيعطي نفس تقريبا العلامات لكن التحليلة ديال نبولة كنهدر على كدير في اللابوراتوار ما كيكونش فيها الميكروب منظرك الاستحرائية عند� RAMSAY Try kunnen نتابفرよね منذ تقلينا ان sacrificاء مع 7 اين او 10 سبع بعد الحصب والخنان بعد الاست Laureth Galaxy C Raisini ومنذ التقليل من الوف KL 은 امكان الذي يمرت بالخفز في طريق ويبط امكان يحرق على مية تغيام بشي حافظ شوي على الكلي اندependamment دو la spondyloarthrite انكيلوزاند في رمضان دو الفetin لا نندي ويوهὶ precipوة الخيار تواجه اوابات Him موسيقى موسيقى فهoshing موسيقى هذه الناس تحية كل سائقين ماليين مرحبه بك سي سعيد نعم واضح سؤال ديالو نجاوبوه نجاوبوه سي سعيد أولاً أنت في منطقة كما منطقة مراكش لتبرك الله منطقة جميلة لكن معروفة بالصهد شوية أنت قلت شوفور ديال تاكسي دونك نتصور أنك كتخدمه كدور ومنطقة مراكش مرة أخرى نقول أنه فيها شوية الصهد وقتاً أن نكونوا احنا مثلاً في منطقة بحال دار البيضاء بالنسبة لأي أدولت بالنسبة لأي حد راشد خاصوا يشرب جوجيترو نص ديال الماء لكنه كان نكونوا في منطقة بحال مراكش خاصنا نزيدو نص ديالو وكيف نكونوا في بوجدور خاصنا نزيدو إيترو آخر وكذا كله كيف نعود نرجع للحالة لفسرتها الياب إذا ما أنا نقول أنه راقدرتي الراديويت كاملين وما فيهمش شي حاجة ما فيهمش شي حاجة ولا شي حاجة أنا ما كنشوفش في الراديويت لكن أنا غادي نقولوا أنه الراديويت ما فيهم ولو مرحبا ودرتي التلفازة وشوفت طبيب ديالك ويمكن طلب منك بشتدير حتى السكانير إذا ما شك في شي حاجة ولقينا السكانير ليغو السكانير سكانير ديالكلاوي مزيان مرحبا هذه الساعة باش نقدر نفسروا هاد الحريق اللي كي جينا في الكيلي هاد الحريق اللي كي جينا في الكيلي إذا ما ما فيتش فيك مرة أخرى لحتي شي حاجة ولا كتروح بحال الرملة ديو سابلوري ولا شي حاجة يمكن بقلة الماء رامنسيوش من أكثر الحاجات اللي كنشوفو دابا ولا كي جيو دكتور واش نقدر نصوم ولا ما نصومش واش نقدر يبدأ عندي القصور الكلاوي حتى وكان ما عندي القصور الكلاوي جاي على ميكروب في البولة واش نصوم ولا ما نصومش واش حار نشرب ديال ما جميلة احنا نتكنسنتراو على العصير خاص العصير يكون فيها حب الملوك وحب جنسي باكوا وهذا ونتكنسنتراو مرة مرة خاص نفطر عودتاني بالسردين والسردين مقلي والسردين خاص سويد شري هذك النهار اللي هو كي طلعنا في الأملاح نسيدو سويد لكن معاورنا ما كنا نتكنسنتراو على الماء والماء راه كيف ما نشوفو انو وقت الفطور العادي ووقت الأيام العادية خاصنا نشربو جوجيترونوس ديال ما حتى وقت رمضان خاصنا نشربو نقاربو لهادك جوجيترونوس كنا نهدر على الماء لا اتي لا عصير لا تشي حاجة سائل اخر نعم كنا نهدر على الماء على الماء اذا ما شفتي انك سي سعيد كيجيك هاد الحريق ولا ما عندو السبب طبي في وقت رمضان والوقت الصيام الله يخليك خاصك تواظب على شرب الماء نعم تواظب على شرب الماء وكان هاد الحريق باقي ها الله يخليك خاصك تزور الطبيب المختص حين تخاص يقلب على سبب نعم راه كينا الكيلي الكلوة فيها 6 سنتيم على 12 سنتيم على 6 لكن ما نساوش القدام هذيك الكيلي كينا واحد 30 متر ديال المصران في الجانب الايمن ولا الجانب الايصر على حسب الكلوة كينا الجدار العمود الفقري را كينا بزيف الناس دكتور وقيل عندي الكلوة وقيل عندي الكلوة وقيل عندي الكلوة ومبعض يسيطابي غير كي لا لا انا عنده مشكلة ديال المصران عنده الكولوباتي فونكسينا ولا عنا مشكلة في السلسول دونك عموما بش نبقاهو في نفس الموضوع ديالنا اه الصحة ديال كيلي اولا الباس بار شرب الماء ونقصو شويا بكري إذكرت مثلا سردين اللي هو ملعدات اللي عنا مرحبا بالسردين ما فيها باس اه حين تكنسون بشي طيح لي الاملاح تحلي الاملاح الاملاح ما غاديش ما غاديش جميلة تطلع لك وقت اللي بشتاك نص كيلو ديار السردين ومالح صح مقلي ومالح وناكلوه هو وقت الفطور عنا انا صايم عشها من ساعة ومبعدها سيدي مشيت شريط سردين راه فرشك راه تطور راه مخيرة ومقلي و بالملحة كل شي لا حتى إذا ما عندي العطش يعني السردين يعني اولا كي يجيب العطش اولا كي يجيب العطش ومهوش بشي عاوني بش اني وطلع علي الاملاح لانا ضيعتها بعد اربع والخمسة ايام ديار لا حتى وكانت شاهيتو خاسنا نكونوا معتدلين جميلة خاسنا نكونوا معتدلين وما فيها باس بوتاتري كون مشوي مكونش مقلي وما نزيدوش فيه الملحة من ملحوهش ودجة في كل مالح دونك واضحة بدال بنسبال سي سايد نجوا دائما الموضوع ديانا نبدو بالحجر في الكلاوي ما هي الأمور الخاس بال Bombard endure للناس البال كيف باش تمظهور ذيالها على مستوى ذيال الصحة تمظهر ديال الحجر فالمسة البولية عموما الحجر سهل初- one hum is gonna away from it مرة مرة المريض كي جيديك هو عارف دياموanteك ديله عارف تشخيص ديلهِ دكتور وقيل رجعت للحجرة دكتور وقيل عود رجع لي الحريق إلا كيضوق الحريق ديال الحجر في المسالك البولية كيبقى عقل عليه بحل الحريق ديال الدرسة جميل هذاك الحريق كيكون في أسفل الظهر ياما الجهة اليمنية ولا اليسرية وإلي رادي كيمشي للأعضاء التناسولية الداخلية ما كيمشيش للرجل ما كيمشيش للرجل مش نفرقوا ما بينه وما بين السياتيك برافو بوزلوم هذا الحريق يقدر يكون معه شوية قبل منه بل إنه شوية الدم في البولة شوية الدم لاحظوا الراجل ولا السيدة دم البولة شوية قاصحة وإلا عنا شوية الحريق البول دكتور هاد الأيام كان عندي حريق البول هاد الحجر انباسبا انبيرسيو هاد لا دولار عموما كتكون ايجو كيعقل عليها إنسان ولا كيكون عنده الكلوة كتكوى الحجر كتبقى مدى الحياة كوى الحجر غير خاصنا نبدلوا من العدد دينا أول حاجة نشربوا الماء يمكن أكثر جوجيتر نص دفئيتر نحاربوا السمنة نديروا شوية الرياضة نبعدوا على كل ماشي حاجة عموما كالكسوى الحجرة كيفاش كان انواع دينا الحجرة بطافعة الحال في الكيلي لكن في التكوينة ديالها لكن عموما نبعدوا على الاتي لكون مش حر بزيف نبعدوا على الملحة والسكار نقص منهم حتى هما كي يطلعونا بالنسبة لدكتور نفس الكلمة دكتور عندي حجرة في الكليوي ما بقيتش كناك للحم ناس كل نفس القضية جميلة رغلط ما كيناش إنه وقت كان عندي حجرة حتى وكينتكون دا سيدوريك نحيد الحم وكنادر على اللحم الحمراء الغنمي والبقري نحيده بصفة عملاء هو حتى كان ديز اتود كي يطلعو على الناس لعندهم لانسوفيزانس رينال كروني القصور الكلوي الحاد واللي كيديرو دياليس خاصوا يأكل كمية دي اللحوم معقولة رحنا وكان يمكن الطبيب عنده مساج هو إنه خاصوا واحد ما يتحرمش لكن يأكل بشي حاجة معقولة شمانية حاجة معقولة شمانية حاجة معقولة اللحوم بش نفسر معناها هنا سيدي كان عندي كونت حجرة كبيرة كانت في الكيلي وكانت دا دوريجين أسيدوريك من بعد حيات اللحوم لا لكن نبقى ناكل جوج مرات في الأسبوع اللحوم الحمراء شحال فيينا في العبارة ثمانين تسعين كيلو مئات كيلو من فوتش نص ربعة تقريبا لو بوات ديالي انفوها يدمي نص ربعة نص ربعة معنا مية وعشنين جران تبارك الله الميزان ديال الكوزينة ولا موجود الحمد لله موجود عنها نزيد نفسر هاد النص ربعة تقريبا هي في الغنمي واحد دي كوتلات ولا تروى بتي كوتلات معناها جوج ديال الكوتلات بالنسبة للغنمي وبالنسبة للبقريب جبون سمية جرام ربينة ولا مية وعشنين جرام هاد هم الحق ديالي ولا إذا ما ما ناخدوش الذات غادي تهزل حيات هاداك لا كمبوزانت معناها ولا بودة روتين حيواني مرافو عليك مهم وإذا ما نشوف إنه إذا ما ما ناخدش هاداك الحمبش ننفع عراسي ما يترجعليش الحجرة لا الذات الأدمية تبارك الله ذكية بزيف لكور يمان إلي تخيز انتليجان غادي تتكولي حجرة أخرى لكن أصعب من اللولة نعم نقص شوية من استعمال المواد لفيها الكالسيوم ودبات بارك الله ولينا كي ما قلت المرة الأخرى نلقاه بزيف الأنواع ديال اليوورت بزيف الأنواع ديال الفروماج مارك الله وينا بحالтаوروبا وأكثر نعم وكان نلقاه بزيف الأنواع ديال هاد المسال ما قلتنيش بpremان siege لكن نعتدلو ما يمكنش كل نهار أنا عندي هان يوورت وهذا وهذا حتى وكان zero percent وحتى كان Santo سكر لا نكونوا معتدلين واجب بادDayA وبالعادتي ديالنا 00 pacis polyamabepaddy وبشنا نبقىو بالعادات ديالنا والتقاليد ديالنا ها قاسة uh بالبهن مزيان مرحبا لكن مش كل نهار مثلا لحليب مزيان ونفطر به مزيان لكن ناكله نقيس جميلة ناكله نقيس نكون موبروبرماتر وناكله نقيس ممتاز كيف قلت دائما الاعتدال وبما أننا فعلا على مقربة مشاهد رمضان ففعلا هذي هذي والمثال الحي كله قيس أن الإنسان فعلا يعافشنه كي يخذ على المائدة ديال الافطار دياله تكلمنا على الحجر في المسارك البولي أو لا على مساود الكيلين لما أنه الألم دياله يخلي الإنسان أنه يجي يخص ويجي يأخذ علاجاته وكنشوفه بزي في شهر رمضان نعم وعلش كنشوفه بزي في شهر رمضان أنا جاوبك كنشوفه بزي في شهر رمضان يمكن حين تأول ما تكشف بزي في الناس تكشف شهر رمضان ونقول ونعاونه وقول أنه قلت الماء شنو هي الحجارة في المسارك البولي جميل الحجارة هي التسربات ديال الأملح المرة الأخرى كنت قلت لك أنه أنا ديما كنمشي مثلا للشاطئ نمشي للبحر كيبالي هذك المد والجزر كيفيكون المد البحرة كيغطي وكيفيكون الجزر كتبقى الرملة كتسارة فيها تلعب كورا ده براسك جميلة لكن كيبالي كوتل ديال بحل الملحة نعم هذك ديما منعنش علش كتذكرني انه بحال هذك الكوتل كيتتجمع بحال هذ الكوتل يمكن هي لك تكون عنها في الكيلي وكيتتجمع تكون حجراء ماذا معنى هذك الكوتل نعملهم غدا الصباح ثمانية ديال الصباح غادي عاود يرجع المد غادي يفرتتهم المد هو الماء اللي خاصنا نشربوه هو الكمية المعقولة ديال الماء رأى بزيف الناس اسمح لي حتى لدبا اه دكتور لا كان نشرب لا سيدي والسيد معناها صحيح ها معك كيفاش نسيدي كان نشرب واحد جوش كيسان تبارك الله هو السيد طول وطولين وعرض وعرضين وقايش جوش كيسان لا راح كان نهضره بالمقدار بالمقدار احنا يا في الدار البيضة جوجيترو نص مراكش زيد نص سيترو زيد هود لتحت زيد نص سيترو وحنا غادي نعم مش ان هذك الاملاح كلها تخرج سوفورم دو املاح تخرج اليدي السوت تتحيط موش نخليها واحد تلفين تتجمع وتولي حجرة واذا ما فاتت هذك الحجرة واحد الحجم را ما بقاتش تهود ما بقاتش تهود في الكانال واذا الا ايصان قناع وإلا هذه العرق كما قالوا إلا كيكون ما بين الكلي أو الكلوى وما بين النبولة ولله ما تهبط فيه واخذت المعد نوس ومتزدام الجد لسيدة حرازم شوف اسيدي هادشي كله كيعاون بشي هود الحجرة فوق ما تكون صغيرة فوق ما تكون صغيرة لكن الحجرة وكان وحلتنا في الكلواء والحجرة كان فيتا تقريبا سبعة المليمترات وخنا نقضو نصبح وما بغيناش نوصلو للعمليات را العملية ماش سهلة لا للطبيب لا للمريض والحمدلله دي ما كان العلاج بش نقولو انو مش نبدأوا واقعين دي ما كان العلاج والحمدلله هالطب تقدم وما بقيتش للعمليات كتدر بالجراحة كتدر بالمنظار ودي ما كان الحلول لكن علش نوصل هادشي وقتل نقدر نعلاقل ندير شوية الوقاية المرة اللوله يمكن الغالب الله را الحجرة تكونت لكن من بعد عارف ما كنتش عارف لكن من بعد العيب والعار انو انت يا ما تبعتي شوية هذك النصائح هديرت بي اياه دكتور را والله يمنلول بكيت كان عقا كان نشرب الماء بعد عامين دب اياه را عودت رجعت لي صحيح لكن نبقى محافظ شوية على راسي نعم كيف قلت يا تبارك الله بزاف دي العيون هنا كيني في مدف في المغرب نموكين اقلال الانسان الزورة مولا عقوب سدي حراص لا لكن انا كنسمع بزاف دي العيون هناك فبالا الناس كنتمشي لدى المناطق بناتق لي هي جميلة اكيد وكيف دولت الانسان يمشي في وقايته ربما في البداية ما كان كنوش عارفين بزاف ديال المعلومات ولكن الانسان مني كي يتصاب وكان عارفوا ان هذا الحجر كي قدره يعود يرجع للدات فما فيها بس ان يمشي الانسان بالوقاية صحيح وقاية كتجي مشربنا دي الماء هنا نتكلم على شرب بما اننا ان شاء الله قرب من رمضان بزاف الناس اللي انا عارفوا ان الدات كتنشف هاد الامر كلها فكن نزلوا على الماء دفعة وحدة يعني ان الانسان كي يشرب وكي يحل السيام ديالو كتلقات برك الله شرب 3 كيسان في قلب بعود الفطور شرب عود 3 كيسان بحل بماتلان كان بغو نحيده علينا داك الماء من البداية ديال الفطور هكدا واش الدات كتستافد من هذا الماء مني كنشربه بكمية كتيرة اول ما كتستافد شاي شوف جميلة انا اولا نشوف انو خاصنا ولا بد ان نشربو الماء بو من المستحسن بالنسبة للذات انو واحد قبل مع وقت اللي حل السيام ديالو يشرب كاس ديال ما كاس كبير مش كاس ديالاتي من بعض بعض الصلاة يشرب كويس ديالو ما فيها بس بعض الصلاة ترويح يشرب كاس ديال ما كاس ديال ما في تقريبا ترون ترون تروا ولا 25 سنتين نقولوا الربعة ديال اترو وكان في كل مرحلة انا قلست مع العائلة انا خرجت ماشيت شوية انا خرجت قلست مع اصدقاء بعض الصلاة في القهوة نشرب كاس ديال ما انا ذاك الكيسان ديال فيهم الربعة ديال اترو انتير في دماغي واحد لحساب من اول محلة صيامي حتى تقريبا الوقت الصحور خاص ينوصل واحد سبعة ثمانية اترو وثمانية كيسان ثمانية كيسان سمعني سبعة ثمانية كيسان احنا اوزا ننطوخ دو دو ديت راح نقرر بنجو جيتو من بعد وكان زدت شوية قرعة صغيرة للقرعة الكبيرة كتخلع حتى انا كنديرها قدامي في البيرو كتخلع ديال كنشوف فيها والسلات والمسالات شاب نسقط الولدي كيب تنفكر فيها لكن قرعة صغيرة فهمت انو ديال نوسيترو دغية كالدوز ودغية كالتعمال ما فيها باس خرجت القاوة مشيت نصلي مع السجدة ديالي كينا هديك اكيد دونك واحد اه قبل اي حاجة ياكلها كويس ديال ما ووقت ليسالي كيف كيف الاتاي ما يكونش مشحر بزيف ما فيها باس يكون ناقص سكر اه العصير وكل شي حتى هو مزيان ما نكثروش منو المشروبات الاخرينة مزيانة يمكن بحال مشروبات المياه الغازية بزيف الناس تقول لي المياه الغازية حتى هي مطلوبة يمكن مره في الاسبوع ما فيها باس ناخدوه نصيترو ولا شي حاجة ما فيها باس حتى هي اتعاون وبزيف الناس كانوا عندهم العادات ديال انا دكتور كنت كل صباح كان اخو شويك قلت لي مزيان ما دافي وفي شوية الحامض حتى الناس اللي عندهم المسالك البولية فيهم الحجارة هاد شي كي عاون شوية اياه نبقى عندي هاد العادة يمكن وقت لا واحد يحل الصيام بعد شحال من ساعة وكل شي ما مزياناش حين بتاتر هادا كلاسي ديه با ديركتمو المعيدة يقدر يسبب لي مشاكل لكن اكور دولا دولا صواري في وسط الصهرة ولا كما اقوله بعض الصالات وكل شي ما فيها باس مره 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 ما فيها باس يبقى عنا نفس العادات لكن شوية اقلموهم مع سيدنا رمضان اكيد كما زالين كنسولو على صحات الكليدية انا وكيفاش نحافظو عليها اكيد كيم زاف دي الامور لكتعرض لها من ضمنها نقدر نقولو كين ناس اللي كيتقاسوا بالبرد في الكلاوي او غيرها حتواجو بانس كيعطي الم كين ناس اولادك الحرائق كين ناس اللي كيكون عندهم الحجار على هذا المستوى هذا وكين كذلك تكلمت لي قبلة على الاورام صحيح هل سنتكلمو على النقطة هذي دكتور خاليل الاورام هي لاتيومور غينال موجودة ولياتيومور غينال وإلا الورام في الكلي يقدر يكون صامت ونقدروا نكتشفوه غير بطريقة عرضية كتير او لا قليل في المغرب حلا نتكلمو على المغرب وش كيبالك مشكلة و مهوش في الحدة ولا في الحال الحجارة في المسالك البولية بطبيعة الحال والحمد الله دي ما فيه العلاج ووقت اللي نكتشفوه ومهوش هذك المرض السرطاني لكي يتلعب الزف حمد الله كي يبقى مرض سرطاني وخاص ووقت اللي يكتشف خاص يكون العلاج وعموما العلاج بالنسبة ليه كيكون عن طريق الجراحة معنا هذك الورام ووقت اللي نكتشفوه خاصنا نحيدوه نحيدو غير الورام من الكيلي ونخليو البقية الكيلي في وقت اللي يكون هادشي ممكن وإلا وقت اللي ما يكونش ممكن خاص الكلوة كلها تتحيد وشنوما الاعراض قتلية الاعراض اللي كتكون عند حد كيكون عنده سرطان في الكيلي هو وجود الدم في الكيلي هو اونيما تيغي سيت اونيما تيغي لا وكان وصلنا للحالة ديلها ما يمكنش لمريض ما يعيقش بها اي حد يجي عنا وكيكون عنده الدم في المسالك البولية في البولة في المسالك البولية سيت كيدخل بلو البولة فيها الدم ياما عنا شي حاجة في البولة وياما تقدر يكون عنا شي حاجة في المسالك البولية ديو أبا غاي الفوق بما فيهم الكيلي والكيلي هو اكثر حاجة كنشوفوها من بعد بعد الحالب ولا شي حاجة حاجة اخرى هذا اكثر حاجة نعود نأكد انه يمكن اكثر من نص المرضى اللي كيجيو عنا عندهم هادلي تيومور كيكون فوق تويت الاكتشاف كيكون بطريقة عرضية حيط مشاي شاف زار الطبيب ديالو على حاجة اخرى والطبيب مشكور مشكور هو انه شاف انيماج مش عادية في الليكوغرافي شاف شي حاجة مش عادية في التلفازة بالنسبة لكيلي هو ما وش جايوا على الكيلوات ديالو جاي على برونشي جاي على مشكل في العين ديالو جايوا على شي حاجة اخرى ويا اما طلب اللافي ديال الميتسان سبيسياليست ياما طيال طبيب مختص سواء لا زي تقدم شوية القدام وقال ما فيها بس نطلب له السكانير والسكانير رجع الكنفيرم انه كينا انتماء ولا كينا حبوبة في الكلوات ووقتها نشوفوا شنوها العلاج ديالو نعم تكلمتي انه عرض صامت انه صامت تقريبا ما فيجيش بآلام ولا شي حاجة عن قوله حريق ليقدر الانسان انه يمشي يشخص على وديته يعني غير لا بلودك الدم ولكن في مرحلة نقدرون قلود متقدم شوية يبان لا الدم يقدر يبان حتى في المرحلة الاولى نعم لحريق عموما ما يكونش الا اذا ما لا يستر هذك ساعة الكلوة الا اذا ما عرفنا انه عنا سرطان ومدوينهاش ورفضنا مثلا انه نديروا الجراحة وهذك السرطان قدم بعد ما كان فيه اربعة والخمسة سنتيمترات احنا كنا هدرو على الكلوة قبل شنو قلنا الكلوة فيها ستة تقريبا على اطناش راجوز صغير ماوش كبير بزيف وكاين في الجهة اليمنية والجهة اليسرية اذا ما خلينا هذك التومير تكبر خلينا هذك الورم يكبر خلينا هذك الحبوبة تكبر ركتوصل مرة مرة لدي ديمانسيون كاتاستروفيك توصل الحجم كبير وهذك الحجم كيما اي حاجة في الذات غادي تولي تدفع الاعضاء الاخرين وتولي تعطينا الحريق وتولي في مراحل شفت انه كين مرضى خليو اتماديو زع مرة كبيرة لا دكتور ما بغاتش تدير العملية لا ما يعطيها والو لا تخلعت بعد ثلاثة واربعة السنوات هذك الحبوبة ولينا غير كنقيسوها على برا تال مو كبرت ولت السيدة رقيقة وهذهك الحبوبة ولت بينة شوية وكان عنا اليوم اميساج بالنسبة الاورام اذا ما اكتشفنا انه عنا ورام وإلا اي عرض بما فيه الدم في البولة الدم في البولة عمره ما خصنا معناها نتجاوزوه إلا في حالات اه دكتور خصوصا عند العيالات مره مره البولة فيها شوية الدم وكتجي مخلوعة عند العيالات وكان معناش مثلا تدخين بزيف لا ولا عنا لا وكان معناش تدخين بزيف ولا معناش ما تداويناش على شي حاجرة عموما غادي تكون غير انفكشون اوغينار وكتدداوى معناها السيدة ما خصيش جي مخلوعة اه بلت الدم ايا وكان ما ما كتشربش بزيف الماء وهاد الميكروكو قدر يقدر يجينا لكن عند السيد عند الرجل اه الدم في البولة والدم المتكرر ما خصيش نسكتو عليه ممتاز ناخدو عبد المالك من الدربيضة السلام عليكم عايكم السلام عليكم مرحب الله يحفظك مرحب الله يحفظك مرحب الله مرحب الله علينا وليك بسحو السلامة بارك الله اخليك اختي بي نسوه الدكتور نعم مرحبا تعرف اختي قول اه بني قوله بي chehni عندي الحاري golf teal born سريع عيني بزيف ممشيت لان الطبيب مه ها الطبيب عادة اه ا初نا دiele تب enthusiastic ديالات تب الاصب вкус لكن ياقري يمكن عندك البروستر مم ماذا لم ينحب النح Aur ما حالف عمرك سعبدالملك مرحبا اطاثة اسي عبدالملك اقول الله يحب كثير Herrn عبد الملك على قدما العمرات الإنسان كيتزيد على قدما الأعراض ديال البروستات هما اللي كيكونوا بينين وكان عنا حريق البول وعنا شوية المشاكل في التبول الليلي في الليل كان نوض بزاف المرات نبول جوشت لك المرات وكان اني نحس راسي انه البولة مكتخوش كاملة خاصني نوض نبول وبعد نص ساعة نعود نبول هاتشي موش طبيعي وكان ما عنديش مرض السكرية نسيت مش نقول ملو ولكن ما عنديش ما كانت دوائش ولا ياخدوش الدوائد مرض السكر حمدو الله ما عنديش سكر العزيزة كاملين ما حمدو الله ما عنديش محبب إذا ما عنا شوية هاد الأعراض بما فيهم الحريق في البول وكان موت بزاف المرات والبولة مبقيتش كنطوش مزيان والبولة مبقيتش كتخرج مسرحة ومر مرن عندي شي قطرات كيخرج وهذا ما بي طبيعة الحال على مدية البروستاتو وهو بعد سن خمسين سنة دي ما كان أكدو خاص أطبيب المعالج ديالك هو أولا خاص تتقلب خاص هذه التقليبة ديال ديبور لتوشي ريكتال لكي نقيسوا بيه البروستات خاص تديرو مره في العام وخاص واحد تحليل ديال بروستات لسميتها البيأس آت تحليل ديال كونسير ديال بروستات الله يعافينا وعافيك خاص تدير حتى هي مره في العام وخاص البروستات 72 سنة ها تشخيص ورد لا يحقيني هناك دكتور مرحبا لابا حريق البلو ما كان يتبنى بالليل بنهار مرحبا شوف سيد عبد الملك بنهار بنهار عندي سيدة اكتر بالليل جوجتها مرات بالليل ولا أتنين نعم نعم سيدة عبد الملك لا تشرفها أنا وأستاذ خاص ولا بده يصلوا 72 سنة خليني من العرض غير ديال السباح ولا ديال الليل خاص هالتحاليل وخاص التقليبة ونشوفوا بهم شنو لكين وحتى التحليل ديال البولة اللي وقت اللي بشنو طلبوها مع هاد البياسا غات تبيننا وكين كين ميكروب ولا ما كينش ويمكن معناش ميكروب وعننا غير اعراض بسيطة ديال بروستات غادي ناخدوا واحد الدواء يعاون هذيك البولة بش مايبقاش فيها الحريق ويمكن ناخد واحد دواء يعاون شوي على تحليل تباول شوفتي كيفاش كيف ندورو نعاودو نرجوو لثنين وسبعين سنة خاص مرة في السنة تشوف طبيب ديال مسألك البولية الله يخليك نعم بلاكس شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لكم وصل كل مساميع مسمعات لمرحبا دى من بلاسئلة ديالهم اااااا دائما في الاوراام لكات كون على مستوى ديال كيلي قلنا انها اااا منيك يكون عراض ديال الدم اااااةة التباول او خروج ديال ديال خروج ولا غير تباول لا غير تباول عند الرجل خاص ويش خاص مباشرة وحتى عند المرأة خاصة غير هو ما يكونش داك السيدة داك الخلعة الكتيرة لأنك يكونوا أسباب لستثميتها صحيح صحيح تقدر يكون عند السيدة أسباب بحل أسباب جرثومية لزينفكشون عند الرجل لا لا ريزون ما مش هو هذا عند الرجل خاصنا نقلبه خصوصا إذا ما عنده التدخين على فكرة هذه واضحة العلاجات ناس بغي تعرف من يتكلمنا قبيلة أن الحجم دي لديك الحبوبة إلا كان مغادي تكبر كيتم الاستئصال ووش كي عاود يرجع هدا وش كي كون متاسطاز أنه وتي قدر ينقذي للإنسان ما تعالج حس من يتكلمتي أن كي الناس لي يعيشوا بكل واحدة صحيح ولكن خاصة تكون تيب صحة مزيانة شوف جميلة أولا بالنسبة لأمضار الأمراض السرطانية في العالم أجمع طبيب المعالج كيكون عنده بحال ينكون عنده في اجتماعات دورية كينا هنا في الدار البيضة اليوم كينا اجتماع مثلا عند شي أصدقاء غدا وهي غادية مرة في الأسبوع ومرة حتى في الشارع شنو فيهم هذا الاجتماع؟ هذا الاجتماع كيكون فيه طبيب مثلا دي المسالك البولية معه الانكولوج طبيب دي الأورام ومعه الاناتوموباتولوجيست طبيب دي الأنسية ومعهم الراديولوج في الحالات اللي كتكون فيهم شوية الليتيش وفي زي في الحالات كناخول فكرة ديال جميلة صديقة ديالي طبيب ديال الأورام وحنا غادين العلم باين صحيح لكن فما مرة مرة دي دوسية اللي فيهم أن تبتي بودليتيش فيهم شوية إشكالات ما فيها بس في الدار البيضة في الرباط في البودن الكبرى كل في عنا في المغرب ولت هذي عشرة سنوات واكثر من عشرة سنوات يكون عشرين سنة هذي غيونيون ميتي دي سيبلينار واخد العلاج ديال السرطان ديال الكيلي عموما هو يعتمد على شوش حاجات ناخدرو على علاج ديال انتمر بينه وكان انتمر فيها شي حاجة ماش عادية ولا السيد عنده كسبب مشكلة هذا وين يكون لانتري ديال هذي غيونيون ميتي دي سيبلينار لكنه كان السيد بين السيد في متوسط العمر السيدة في متوسط العمر عنده اكتشفنا عنده حبوبة كاينة في بلاسة معينة في الكيلي فيها ثلاثة سنتيمترات ما كبيرة شو هذه الحبوبة جاي في اخر الكلوة ياما الفوق ياما التحت جاي مطرفة دونك نقدر وقتها نحاولو بطريقة الجراحة ياما بالمنظار ياما وش بالمنظار انه نستأصلو غير هذيك ثلاثة سنتيمترات وندخلو شوية في هذيك الكلوة المزيانة بش مخليوش من هذيك الاتيومور ونصيف طول الطبيب دين الأنسيجة إذا ما شفت انه هذيك الاتيومور كبيرة فاتت واحد الحجم سبعة سنتيمترات وإلا هذيك الاتيومور حتى وكان صغيرة لكن جاي في وسط الكيلوة لا يقدرش نجيل الكلوة نحايد غير هذيك جوز سنتيم وخليها لا وقتها يتم استقصال الكلوة كاملة وهنا هنا أوني براغماتيك كلوة واحدة واحد يقدر يعيش بها من بعد إذا ما تم استقصال هاد الورم وحيدنا كلوة واحدة بطبيعة الحال نردو البيل لكلوة دينا نشربو الماء نعاود نشوفو الطبيب دينا مراء كل تلت شهر ورأبعة شهر عنا انفكسيون ايوغينا وأنا ميكروب فلبولة عنا عالجو بطريقة صحيحة هذا شيء يبين معناه ما أي حد يكون عنده فتح على هذا المشكل ديال الأورام هو واحد و واحده كي يولي يرد البيل نحنا ديما كنقوله أنه الكيلي سيتانورغان نوبل بحل العينين أنا نتصوره كان مثلا جميلة جاني مشكل في العين ديالي اليمنية ونقص لي منها نظر حتى وكان درت العلاج من بعبش نرد البيل بزيف العين ديالي الي سريع كيف كيف حتى الكيلي كيف كيف الصحة ديال الكيلي هي كتمر أولا بالسوائل وخصوصا الماء أنه ما نحافظه ما نكثب ما تكونش عنا السمنة ولا ما تكونش هذه السمنة المفرطة نديروا الرياضة والرياضة والليات مهمة وكل واحده كيفاش يدير الرياضة ديالي على الأقل الأيمان هي لمارش ولمارش شوية معقولة ساعة ساعة لربع كل نهار المأكولات اللي فيها الملحة بزيف نبعدوا عليها نقصوا من السموم البيضاء الملحة والسكر ناس اليوم وصلت أنها السكر الموضف كتحيدوا والملحة كنا عارفوا خصنا نقصوا منها ماشي بشو أنا نحيدها جميل دون كاجين تكلموا على نقطة أخرى هي ديال بيتكلمتلك على وش كيرجع مثل تكلموا على هذا ديال أورم ديال كيلي وش كتقدر ترجع أو كتقدر أنه إلى كان تشخيص متأخر كتقدر أنها تخيص أعداء أخرى لهي محيطة إذا ما كان تشخيص متأخر كيف ما أي ورم يقدر يمشي يمشي الأعضاء أخرى شنو الخبث ديال ورد عش سميته مرض خليص حين تهو هذك الكلمة ديال الميتاستاز من الكلواء يمشي الأعضاء أخرى وأقل الحاجة أنه يمشي الأعضاء الأقريبة دونك سي تونيكستنسيون لكو ريجونال جوست لوكالما في ذيك البلاسة وفي الرجيون المقتربة منها مرة مرة لا يسترر يمكن نفتح المريض ومن ممكنش نستأصله الورم حين تشد في شي بلاسة ولا نستأصله ونخليه شي حاجة ونحتاجه لحاجات تكمليه مع طبيب ديال الأوراق المرض ذي يرجع ولا لا نورمال ما المرض ما يرجعش نعم وكاين حتى ديزيتود علش قونا هذل غيونيون مهمين ومن المستحسن أنه وقت لا واحد يشوف أنه كاينة الإمكانية بش أنه يخو الرأي ديال هذل هذل الأطباء ولا هذل الأصدقاء ما فيها بس العلم تقدم حتى بالنسبة للأورام يمكن في بعض الحالات نديروا دي كور دو شيميو تيرابي قبل وإلا يون شيميو تيرابي من بعد العملية دونك هذو ما كيبقى حالات نشوفوا بهم وكل حالة والحالة ديالها لكن عموما الورم ديال اللي تيمور غينال والورم ديال كيلي لتريتمون إلي شيروجيكال خاص نستقصال هذك الورم وفي حالة ما قد نش نستقص له الورم نستقص له الكلوة كاملة نعم ناخده آخر مكلام قبل ما نودعك مرحبا مرحبا خديجة من طنجة السلام عليكم السلام عليكم كتي جميلة أهلا وسلام مرحبا خديجة تفضل بسؤال ديالك مرحبا تسلم اهلا كيس في الكلاوي كيس عندي كنتو أول مره تsect UP ان كتو battling لي كم فازتك ييس قد عندي جس ان فروبي صغير ديالك درد التحاليل ديتهم اللي تخرج ما في شيء يخرج بيها مزيان. قال اي ما تخرج. وشي عاوت مرة اخر اخر ارتحالي قد شي عامين تاني مش تعملتش حاجة على الطويل. تاني قل للي انت خوف وقال لي. ويراتي. ودي تخل مرض بالكلاوي. اندي خي عندي مشكلة ليهو يتنفخولي. انا عندي فيهم اي يخرج. واخا نعم. الاخ دي اللي كيت نفخلي الكيليون تي عندك فيهم كيست. ياك. يمزي ولكن أنا مع المدة خايفة وش مع المدة يكون عندي شي محسين نمع شي شي حاجة وش نعم نعم شاف العمر ديالك دابا شاف العمر ديالك عفك خمسين شحال نين وخمسين نين وخمسين خمس وخمسين خمس وخمسين وواضح واضح سؤال ديالك خديجة نجاوبوها شكرا لك بزاف على سؤال مرحبا خديجة طرحتي شي حاجة مهمة احنا بقينا في الأورام وفي الحجرة الحلقة ما زال عبتير فيها بزاف غير ربما الوقت توجد مشكلة هاد لبوليكيستوز رينال والا وجود لكيست في الكيلية موجودة بزاف وكين حتى إون بوليكيستوز اللاموجودة في الكيلية وهاد نفس لكيست موجودين حتى في الكابد نعم دونك هاد لبوليكيستوز بحال توحيمة كيما كان قولو وموجودة مكتنقص يمكن من مكتنقصش من الوظيفة ديالكيلي لا تنقص من الوظيفة لكن يمكن أن تأخذ بلاصة في الكلوة هذا الكيست يأخذ بلاصة لكن لا ينقص من الوظيفة لكي نعرف الوظيفة بالتحليلة نرى إذا كانت تحليلة جيدة سنكون كل شيء في أمال كيف نحافظ على الكلوة وقتلا فيها الكيست نفس القواعد وش نخافه هاد الكيست يأخذ مرض سرطاني؟ لا وش هاد الكيست يتزادوا يتزادوا القلال كيما أي كيست موجود في الكلوة يتزاد تقريبا مليمتر في العام معانا من هنا العشرين عام يتزاد جوز سنتيم من هنا التمايحنا الله وحتى إذا ما تزاد مادام دور الكلوة عادي ومادام إحنا محافظين عليها بالنصايح العامة اللي هدرنا عليهم ما عناش علش نخافه معاناها خديجة هاد الكيست اللي عندك في الكلوة اليمنية واليسرية هاد الكيست تقريبا ما يتزادوش حتى وكان يتزادو يتزادو بطريقة صغيرة بزيف وما ديش تأثر عليك حافظ على الكلوة اليك خمسة وخمسين سنة بشرب الماء تنقص من السموم البيضاء السكر والملحة تتحرك شوية تمشى شوية وإحنا غادين بكري جميلة قلت لي أنه السكر والزيدو الكولوران ومانيش عارف شنوه وإلا ودابة زيدو الكولوران سالي وسكرية معاناها هنا وهنا حتى بنسبة باقي كتبقى فيهم مواد كيميائية نعم نحن نتكلمك تلك اليوم وصلنا أن الناس ما بقتش كتدير داك سكر الموضاف يعني أناس والناس كتنقص سكر في القهوة في أتايف هذا بزاف والناس والناس كتنقص الملحة غير لأننا نكتشفنا أنه من خلال مختصين كي يمروا معانا أنه الملح ما خاصناش نحيدو لأنه عنده واحد الوظيفة على الصحة وما نزيدوش يعني ما يكونش أطابل ما نحطوهش في الطبلام دون نزيدو ما يمكنش هسي ديانا ثلاثة السردين ديال يتمكن شوية فيهم وزيد رش 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 نعم الملح السردين را كنعرفوه أنا وده الجمال تتكلمس على الأخ ديالا اللي عنده نفوخية في المستوى الكيلي نفوخية في وسط الكيلي خاصنا نعرف علش واش كان عنده لكيست وإلا عنده شي حجرة مهودة من العرق ديال الكلوة وهي اللي عطته الكلوة مفوقة وكان عنده الحجرة مهودة وعنده أنوبستاكل يعني عنده شي حاجة كتزير هذك العرق ولا بدي يكون عنده الحريق وكان الكلوة غير منفوخة ما غير ما يكون عنده الحريق هذك الساعة يا إما كان سبب بحال هكذا بحال ديكيست وإلا كان سبب مرض كيكون في هذك العرق نعم عموما في هذ الحالات ما يمكنش نعطيك الإفادة غير بالراديو من المستحسن بالنسبة للسيد الأخ ديالك يزور طبيب ديال المسالك البولية عندك في طنجة ويشوف تما وهو طبيب تما المختص غادي يدي له معناها التلفاز ويمكن يشوف حتى طبيب العامة من الأولى يشوف له يدي له التلفازة الفحص بالصداة وإذا ما يحتاج الأمر يقدر يدي له حتى اليوغو سكانير وهنا ينأكد أنه آخر حاجة آخر ميساج بالله جميلة يقول لنا عموما حتى الأطباء عموما حتى بعناها ديال العائلة والأطب العام كيحتاج السكانير دكتور السكانير غالي ما غالي بون، السكانير أولا ما ما بقاش غالي بزيف والسكانير كعطينا معلومات معلومات أهم ومعلومات كتعطينا فكرة على العلاج بالنسبة للحجرة في المسالك البولية حتى طبيب ما يقدري إيدويك إذا ما مددش السكانير الحمدول للا ما بقاش غالي بزيف لدينا ثلاثة علامات فين بالضبط الحجراء الحجم ديالها بالضبط إلا كمبوزيسيون لدنسيتي ونمتيران سفيد وكيف كيف حتى حتى لتومور غينال ولا بد من السكانير وفي بعض الحالات حتى حاجات أخرى وحتى لهاد لبوليكيستوز غينال وحتى هذا الانتفاق ديال الكلوة شكينا بالتلفازة التلفازة كتعطينا الشك وكتعطينا غير رؤية على النبولة وعلى الكلوة اليمنية واليسرية لكن العرق اللي في 25 صندين ويقوم بحلها مهودة بحلها قدوس في وسط الموبل لا يتشاف إلا بالسكانير لذلك السكانير رموها الوراة، من خليجة قالت على المسألة الوراة والعائلة كلها يمكنك تتكلم على أوراة، يمكنك تتكلم على الكيس، يمكنك تتكلم على المشاكل التي تكون على المستوى الكيلة وشفى لكات وراتية فيها الوليكيستوز رينال فيها الكمبوزانت الاليتياز يوريناير وعلى الحجرة في المساياة الكابولية فيهم أو لا يوجدهم وليس مهمش، يعني أن الجانب الوراثي لا يوجد شيء بزيف يمكنك تتكلم على الكانسير من البروستات فيه الجانب الوراثي، وهناك، كما قلنا للمرة الأخرى، ونفتح قوس عند شخص الوالي والعمو يدعو على الكانسير من البروستات ليس كانسير من البروستات يمكنك تتكلم على الكانسير من البروستات ونتلقى إن شاء الله في شهر رمضان إن شاء الله، مرحباً، 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 بكثير من الجد والجتهاد بارك الله فيك، محباً، 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 إن شاء الله شكراً لك بزاف، دكتور خالي أنيت ترجمة نانسي قنقر